ومشاهدنا مع الحدث في معرض الكتاب الدولي في طبعته السابعة والعشرين معنا الكاتبة لولا ديزاد التي صنعت الحدث بكتابها ديناتور الذي شهد إقبالا واسعا للجمهور أهلا ومرحبا بك معنا مرحبا شكرا 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 إذن دائما سؤال كلاسيكي ربما من أين أتت فكرة ديناتور لولا أو الرواية الرواية أنا في الأصل صانيات محتوى صانيات محتوى الرعب وراوية قيسة رعب وغموض وإثارة فقلت علاش لا لا يعني درت الجمهور ديالي وقلت علاش لا ما نكتبش كتاب ما نعلم أنه هذا الحلم ديالي وأصلا يعني درت يعني درست في هذا المجال الثاني نعم مجال الرعب ربما لا 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 مجال الكتابة لا وفضل قرأت الأدب الأدب الحديث بعد قرأت التسويق الإلكتروني يعني كومنيكا صعي ماركتين ديجيتال فيعني استغلت هاد مجالين وكتبت الكتابة طيب لولا أو الاسم لبنا نعم يلا لبنا ربما دينا تور من أين أتت هذه التسمية تسمية غريبة نوعا ما غريبة وغامضة لأنه يعني رواية كامل غامضة عبارة يعني فيها غموض رهيب فحبيت العنوان يكون غامض تحتهو دينا هي شخصية رئيسية اسمها دينا وتور هي كلمة باللاتينية معنتها تورمنت يعني عذاب فعذاب دينا دينا تور نعم جميل طيب هذا الكتاب الذي نشاهده ومشاهدين مع بعض معنا في الأستوديو اللون الأسود والأحمر يعني بارز جدا في هذا الكتاب خصوصا اللون الأحمر دلالات سيميولوجية كثيرة ربما تنقليها من خلال هذه الألوان ملئحة ربما ماذا تقصرين بهذا اللونين بالنسبة لي تعبر عن الرعب تعبر عن الغموض تعبر على عفوا على الكلمة لكن الدماء لأنه داخلها في مجال يعني في الرعب فاختطت هذه الألوان أنا وحدة من الناس كنت نشوف كتاب يعني التفت انتباهي عفوا اللون الأحمر والأسود فخيط يعني الألوان أنا يعني تجذبوني سمع البالي باللي الجمهوري حتكون نفس الشيء نعم جميل طيب لبنى ربما قلتين في البداية أنه من صناعة المحتوى على السوشيال ميديا انتقلت إلى الكتابة خطوة تحسب يعني لك ربما يعني كين بزاف خليني نقول مؤثرين عمواقع التواصل الاجتماعي مقدروش يعملوا مثل ما عملت أنت لبنى من خلال هذه الكتابة حكينا على مراحل ربما إنشاء هذه الرواية هي الفكرة كانت عندي عندها زمان بس كنت نكتب أصلا كما قلت لك قلت الأدب الحديث لاتخ مودرنا ثم كنت من بكلي نكتب ونروح للأساتيدة ديالي ونعطيهم باللغة العربية باللغة العربية والفرنسية أنا قصم ديت بالفرنسية ورحت معداب للعربية كنت نروح للأساتيدة ديالي نعطيهم الكتابة ديالي كانت صاحبتي تعيط لي من ايغو تافيكتور يغو بس كنت دائما نكتب ونروحنا تجي للأساتيدة سبع من بكليك عندي هذا الشغف وقعت لي في قلبي وعندتها لصديقي عبد الحليم بدالي هو أصلا كاتب معروف الله يبارك عليها كتب كتاب معروف اسمه متمرد فهو اللي يشجعني وقال لي يعني طدته هكذا قراءة قال لي ما شاء الله روحي الظدمي ما تخافيش توقي من ناجة الفكرة كتبت كتابي والحمد لله نعم جميل الحمد لله أنا ما نشمع منه كان صعب ربما لبناء تحديات لأنه أنا يعني نخدم في نفس الوقت ما خدمة مع الكتابة مع المحتوى نعم صراحة كانت تحدي بالنسبة لي وهذا الشيء اللي أنا فخورة مش كتبت كتاب بارك يعني مثل بزاف بالنسبة لي تضحيات ووقت عمل نعم طيب العودة إلى صالون الكتاب الدولي في طبعتها سابعة والعشرين أول مرة لك لبناء في هذا الصالون تعاملتي مع دور نشر ربما لأول مرة في صالون الكتاب الدولي في هذه الطبعة السابعة والعشرين كيف كانت هذه ربما التجربة ليك في الصالون الدولي وكيف كان تجاوب الجمهور ومحبيك نتجا على السوشيال ميديا ومحبيك لأول مرة في الكتابة جميل جدا صراحة كما قلت دي جاما ما قالت لي تخافيشي جوقت لها ما ما أسكيجو زاما أنا عندي جمهور كبير مواقع تواصل الاجتماعي في هذا المجال بالصح كشوت ما تسنعيش أنه هاد الناس يجو لعندك بالرغم أنه يعني تعليقات كاملة يقول لك نجو نحبوك بالصح ما تخيلي هاش أنه نجوك فالحمد لله ولا غير ما أنا ونخلحت ما كدبش عليك الكتاب تاعي يعني نسخ خلاصو في رمشة عين ما كنتش نسنا فيها ما كنتش نتوقع فيها تسمى الحمد لله فأخوار بزاف بهذا الشيء كام بزاف لي جاءوا وقالوا لي لولا هذا أول اكتب حنقراه نعم فرحت نعم جميل كذلك ربما لبنى في هذا الكتاب هناك رسائل خفية من خلال كتابتك لهذه الرواية احكينا ربما عليها لبنى نحكي لكم باختصاء شديد لأنه كمقتلق غامدة وأي حاجة كلها قادروا تحرق الحكاية هي عبارة عن امرأة شخصية رئيسية واسمها دينا تفطن في غابة غابة مظلمة ما لبنى لا شو شاهدين هنا متشروحة مقهورة تسمح سوراخ ما لبنى لا وجهة السوراخ تسمح آيات من القرآن كان مخلطة عليها وسخت فقدة الذاكرة دينا ما لبنى لا شو نراهي ونا هي رايحة شكل جباه هنا شكل يجراحة شكل نجرة هاد الدماء كاملة لها وحنا يعني نتبع طريق دينا في هاد الغابة ومشي غابة يعني كان عدة أماكن وكانت شخصيات عديدة لجوزة في هذه الرواية يعني نتبع طيك 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 حتى نوصله للحقيقة نعم وش الصرع دينا هادي هي نعم جميل طيب ربما بالعودة إلى صالون الكتاب الدولي في طبعتها السابعة والعشرين أربعة أيام أو ثلاث أيام تقريبا تفصلنا على نهاية هذا الحدث الثقافي في الجزائر لبناء كم كتاب بيع خلال هذه الأيام إلى غاية نهر اليوم أنا طبحت مع الأول 700 خلاصوا لي نعم وكاني نزيد من الطباح طبعا يقولي 1 900 طبعا نبيع غير النسخ المتوفرة طبعا ما مش كاين بزر نعم تقريبا 900 نسخة 900 نسخة نعم إلى غاية اليوم إلى غاية اليوم لأنه مقدش نطبع كثر نعم في الأيام القليلة القادمة ربما رح تطبعي أكثر إن شاء الله نعم طيب في آخر كلمة لك لبناء اليوم ربما هذا الكتاب ما هي الأعمال والمشاريع اللي حتقوم بها مستقبلا انطلاقا من ديناتور هي أنا كتابي قلت بزاف ليس مجرد كتاب رعب وخوف وفي عبرة جميلة جدا في فايدة كبيرة صراحة يعني اسمها مدابية وخاصة للشباب نعم فمدابية إن شاء الله على شلالة نديره كورمتراج زينا نترجمه إن شاء الله بالفرنسية بالإنجليزية لأنه نتكلم هذه اللغات يعني تخي تخي بيان وعلى شلالة إن شاء الله نديره فيلم أنا دائما نحلم يعني الوداية ربما حتكون بفيلم قصير كورمتراج نعم بعدها ستترجمين هذا الكتاب أو هذه الرواية إلى اللغة الفرنسية ثم اللغة الإنجليزية بإذن الرحمن إذا كتب ربي نعم إن شاء الله شكرا لك لبنا كنت معنا اليوم على المباشرة من قناتي الوطنية شكرا شكرا لك مرة ثانية شكرا لك